شاهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بياناً عملياً للترتيكات الصغرى والمهارة في الميدان لإحدى تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية يأتي ذلك في إطار قطة التدريب القتلي للتشكيلات ووحدات القوات المسلحة باستخدام أحدث أسليب التدريب المتطورة وأشاد الفريق أسامة عسكر بالأداء الراقي للعناصر المشاركة في تنفيذ البيان وطالبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة القتالية العالية لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم كما قام الرئيس أركان حرب القوات المسلحة بتفقد مجمع للصناعات يضم هنجراً لإصلاح الدبابات وورشاً لصيانة الأسلحة والذخيرة ومعدات الإشارة والمرقبات للاطمئنان على الحالة الفنية والإدارية للأسلحة والمعدات